اشتركوا في القناة 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 والبيهاند جول رايت احنا عم ناول استرطنا او اضفنا اربع كاميراويت اخرين الجول لاين لايفت والجول لاين رايت يعني اليوم المواضع متاع الكاميرا والكاميرا بس يخلي الحكم اللي يستعمل الفار يكون عنده اثناص زاوية بس كتصير لقطة كي ما تصير بعض اللقطات اللي نسمعه في المحلين متاع المافيولة يقولك هذي لقطة فار وهذي بدعم البداع بالنسبة لي بكامل احتراماتي لكل محلي احنا نحللو في الصورة تلك موضوع اخر اولا ما حال ما يفعلك برشا متناجم تكون خطر فمالاقطات صعيبة مثلا هنيت قال لقطة فار احنا اليوم بس الحكم ياخو لقطة اللي يقولوا عليها اصدقائنا لقطة فار لازم عنده زادة لكاميرا خطران مناش نخاف اسلام في تحليل ما التحليل يقولك اه والله ما الكاميرا هذي مخذتوس مع عندي انا رزمني على الاقل نوفر افناص وقت اليسير نيفوه عالي عالي وفهمة 32 كاميرا وفهمة 36 كاميرا دونك اليوم بس نهيئ هذا كل لازمني خدمة على مستوى البلديات خدمة مع الصلطة المحلية لانه البلديات هاي اللي ترزع لها بالنظر الملاعب لتهيئة ساعات تيران تلقى مثلا تيران سليمين انا بس ناخد تيران سليمين على سبيل الذكره هما عندوس لقردان الكل والعلو اللي لازم يكون ارتفاع 6 مترو دونك سنوى لازم لازم يتم تهيئة مكان خاص عاليمين وعاليسة بلي كاميرا بس ينزم ياخذوا وفق السلوط المعينة وفهمة طبعا سلوط وايضا مع تهيئة الميادين لازمك حكام اليوم النمبر موجود متاع الحكام انا بالنسبة ليانا للزول الحديث ميكفيس دونك لازمك زادا تكون حكام مش عملتوا تكوين عامناو الحكام ايه لكن لازمنا نوصوا لازمنا نزيدوا لانو الحكام ايه اللي خدمتوا بهم عامناو لازموا يخدموا بهم وميكفيس لا على خطوة ثمانية مباريات تكون رأس السلوط تقولك ثمانية مباريات عامناو الأقل ماتشوات عامناو الأربعة ماتشوات وممكن هما من عرف كيف يفكروا وفما حصلوا برسا تناقضات في وسط الكايت سارزبي ده موضوع طويل برسا دونك انا سنو حبيت هو لويت اكتوبر الهيئة التسوية هبطت بلاغ وقتها صباح بلاغ دون ان ترزع للإدارة انا ذاك قالت انه بستعتمد الفار باه كيف بستعتمد الفار هل انك بديت خطوات الاولى لاعتماد الفار وتكوين فريق عمل للانكيباب للكلام اللي قاعد نقول فيه بس تنظم تحضر للانزام جورنيو إلا لا لا اعتقد هل انك اليوم دعيت الحكام اللي ما هم السرتيفيه بس ياخذوا السرتيفيكاسيون تاحهم واثنين الحكام نفسهم اللي سرتيفيه لازمهم تكوين مستمر لازم تطوير وتعامل خاصة على مستوى واذا ما وش موجود هذا الحدلان ما فمس ممكن في الأيام القليلة القادمة صديقنا بدردين تناني نعمل التعليق نتوقعته يفضل القليلية بالحق ينزم كل يشافوا داج معناه يستعملوهم ينزم ينزم نعمل 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 يفضلق نعمل يفضلق ومذكور سي بدردين لأنه لأنه في بطولة الدوري السعودي يعتمد عليها في اللي جدول في فرنسا يعتمد عليها لكن هنا نباس النزم نصطدمه وهنا يعد مهم جدا هي برأي الحماية المدنية لأنه رأي الحماية المدنية مهم حول سلامة العامة وفي لزنة صلوحية الملعب بسلامة عالية لأنه هنا تدخلك زاد التلفزة تدخلك كان أخويا لكادريرن تحت التلفزة يقول كان مريس كيس بروحي ستة متر وفوق تيرانات مسيبة دونك هذي لازم يأخذ كله بعين الاعتبار حتى نوفر البنية التحتية اللازمة بس نبدأ أنا اللي نعتقد أنه عدم الاستعزال هو المهم فازالي عالناس الكل خدمة مغير فار نكملو في الفازلوتور نحضروا رواحنا بالقدي لكن يظلوا فما مساعي يعني بس نربحوا الوقت لكن حذري أنه يفكر من يفكر إما هيئة التسوية وإلا إدارة التحكيم أنه تعتمد على مباراة نخدموها بالفار والمبارايات الأخرى لا وهذا الضرب ما وش قانون يا فت ضرب للمسدقية ولمبدأ العدل والمساوية سوى معناته أنا ماتس إكيب آ إكيب بي يدخل الفار بس يصحح وضعية وأنا إكيب سي والإكيب دي يلعبوا ضد بعضهم ويصير خطاء ينزم يكون حتى مؤثر على الترتيب وبالتالي مس من مصدقية وإحنا ما ناس ناقسين في هذا الظرف يظل الحساس خاني اسمع تعليقك مختلت أبوس أبرا ما أمين ما مش متفائل بالكل لأنه بش يكون الفارحة وخاصة الكلام لا في زولة حديث حسب اللي قالوا هوم ما كملت جمعتي خاصة في مقابلة الدربي اللي ناس كل تحكي عليها وفي الجولة اللي حديث اللي فاع مقابلة الدربي ولا يغزل يعني قبل ما نحكي على الدربي خاني نشوفوا شكون الأشخاص اللي بش خطر في الإدارة هذية مرينيش لحقيقه شكون كفء بش يسير وضعية الفارحة هذه عص ما نعلم أنا حتى الرئيس الإدارة الوطنية للتحكيم أنا بالنسبة لي أنا من عاش أمين بن ناصر يشاترني أمين قلت كلمة ما تعدعيش كيكي قلت ما فمش كفء أنا بالنسبة لي نعدد دويض واحد الكفء في تونس في الفار هو يسير حروش ما عاش تشاترني ولا في هالحكاية يعني يسير خذي جميع عنده أكثر من غيره صحي وبقدرة كبيرة يعني وبكفاء عالي فما زادة محمد المدر فما زادة طوال لا موجود معام لا موجود معام لا موجود حروش خلينا نبدأ واضح لكن ينجم يكون زادة ينجم يكون المرحل لا موجود لا موجود حروش وانا مانيس مختار هذا مؤكد لا 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 نحكي على نيفو التكوين الفار يعني يسير يعني هؤلاء المسئولية هاي عنده هو اللي يقود في المرحلة وهو ديزاع حتى في الكايد سارس محطوط اسمه بسيكون مع الشركات اللي بس تقدم لأنه عنده ما عارفة أنا سنقول أخي يسير أخي يسير هاجر هو يتم دعوت يسير ويتم دعوت كل الكفاءات وكل الناس اللي تنظم تقدم الإضافة ما هيش مرتبطة بيسين ولا بامين أي إنسان في المرحلة هذه قادر أنه يقدم الإضافة في ملف التحكيم والإدارة إنها تريد أن تستأنس به لازم تدعوه أنا أنت تحب ترجع أنا إذا تم الاستعناس لن ترجع زيادة إذا تم الاستعناس إذا هم يراوني أنا كافاءة هم يراوني اسكافة إذا يراوني كافاءة لأسله لمصلحة التحكيم لأنه المهم هو المستقبل المهم هو التواريخ أنا حاجب يبالكس الهيئة الزديدة ينجم يكون ترى أنه الناس ينجم يكون منعرفوه إحنا التركيبة الزديدة سكون زيدا ينجم يكون فكرة المكتب الزامع الزديد إذا كان بس يمسي مع فكرة الحرص القديم دونك بس يواصل في اللي كان قديم دونك يواصل مع هذوم ينجم ينجم خيخشنا في الموضوع عذيها سابق لأوين وكل شيء أنا منيش معاك فيها 12 كاميرا عشي اللي قاعد يروا فيه من مرحلتكم التومة التوى للأغلاط اللي قاعدها صايرة أنا حتى خمسة ستة كاميراوات تحط لي ميسيرش خلي نكمل لك ميسير رأو على أقل إذا كان ما عندك شي ما عندك شي الامكانية متاع 12 كاميرا يخوه أعمل موجود في الكايت تارز يا مخطأ أعمل لي الحل الوسط موجود في كايت تارز يبدأ حتى بكات كاميرا نعرف إيه يا ما أنت هنا بنسبة لأين بس منوحلوس في هاو راو هاو مرس إيه ما نعتناش كاميرا بش تردها بكلها شفو داج التيرانيز طلعين إيه يا شنو عاد إنتي ما كشفها أربعة أو خمسة كاميرا إنتي ما خلطت تصحى الفار ما خلطتش مش بخير تحت به شنو ما خلطش على الفار هو خلز قبل هو خلز قبل الوقت وبركاله خلطت ونجاحات كبيرة في الفار إيه نعم إيه ماذا السياسيين ما تصدت يا لوليد اختار من نقاش الجنبي خلينا في الموضوع خلينا في الموضوع البدائل خليك نقاشات ذوما كيروح بيك بح 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 متعلق إسلام وخلي بلاي نستفهم يا مختار على قل دونك اللي جورجو فما ديرو بير معينين كاميرا اللي جورجو لازم يكونوا موجودين حسب اللي نعرف ارتفاع ستة متر على الأرض ينزموا الزوز هذوما مالأخرين كلهم أصول أبار الكاميرا وايد اللي هي الفوق وتنزم تحط بديئة الأخرى طبعا توفرهم لكن لديو كاميرا اوف سايد لازمهم يكونوا على ارتفاع ستة مميلا معناها فقط تزوز هذوما يكونوا عالي قزي قزي إذا هنت هب تمنع طوش لازمك لازمك على أقل أربع شاحينات لا هذا موجود بالضرورة قلبين أربع كذفان إذا كان إنتي تنجم بزيدة ما تستعملش أربع كتجيب ثلاث تستعمل تحصيلك البطولة من جمال لحد آي من نجم حل هذه حاجة معناها الفرضيات لكن أنا هبش كلك حتى الثنين عليش لي صعيب يعني وقتها لازمك تعمل متش في العالم الكل يلعبوا بالاثنين أما عندهم آه لاندي لاندي نخصي يلزوز شيحني حاجة ثلاثة شيحنيت آي أنا بالنسبة لي أنا البطولة صعيبة في الرتور الحقيقة مش نكمل بش نواصل هكاية بالعباد مختلفة على اللقطات وكذي على أقل ترتح وتفره الجمهور كل ربيتر يمشي للفار أنت حكيت على اللقطات فار أنا معها جماعة المافيولة يقولوا لقطة فار ما أنا شو مختلفين أي معها ما أنا شو مختلفين أنا ما قول دور المافيولة لك ولا مش دور الحاكم زيادة نشوف لك فوتكاشية في الدزويت ربي يشير متفقين أنت في بالك أنت تركز في الفار في تونس وفي بالك فما تقنية أخرى بش تجيك وبيتو اللي فاب صادقة عليها كما تينيس ماشي مصادقوش عليها ما ماشي كما تينيس والفولي لا 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 مو شكك ديما تصير تجربة بعد تم دراستها يرجعوا لليلابو في كاس العالم قدت بشي جربوها التجربة ما تصير كان بعض المصادق يجتمع للمجلس يمشي للمصادقة انتي هنا تعرفش شوالي ولا تينيس تينيس والفولي انتي كممرن سي كاميل توقف تمشي الكاتر يام تقولوا رو القرار غالط وعندك حق غالطين في الميتان وإذا المر لولا غالط ومرحلة المرحلة تخسر واحدة تخسر واحدة هناش نواس يامين هنا رنوين واصلين انتي تحكي على تيرانات حتى تيران بن جردان منجحش فيه الفار لا 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 مش بالكاليتي لا مش بالكاليتي ذاكها بن جردان بن جردان بن جردان تطاوين ايه يحسنوهم يتحسن هذا هو أنا بنسبة لي أنا أنا حاس براي وتقديري إذا كان ما فاماش فار السناء رو من أهم فاما فاما لكن مش فاما فار رو كلام لكن انتي تحكي على ثلاثة وأربع حاجات تحكي تيرانات حكيت حكام حكيت شركة انتي الشركة ذي رأي ما تنجم تخلك لتيناء بش هي عندها مزاقية زد الشركة ذي بيانسور تخلك نجم تيناء هذا ما نخدمش فيه إذا التيناء رفضت مش تخدم فيه هو ما قالولها هو الكي تشارج موجود فيه دي طي اخر تكنية اي خانيك ورايك وستيد كما بيخلي القراءة تكل اللي صاير باها معاتها بيش تفسر انو الجامعة هبطت حاجة انه سعيب تتنفذ معناها دي يا غلي قادرة تتنفذ لما التيمينغ الوقت التيمينغ اي هو ولا ديش حبيت نقول هي تتنفذ لكن الوقت ضغط الوقت وضغط الامكانيات لأنه اللهم اللهم خط رحنا نرجع للتصريح متى رئيس هية التسوية قال لك انو الفار بيدعم وتنفيذ من الففا هي اللي كيفا فينونسي اللهم الففا السنقاج انها الفا فينونسي وبيش تجيب يا ما بيستطابط للبلدية اشتطابط او جايك لحديث او سيد فما حاجة بركة اخي انا كتونس انتي فيفا وانا تونس بيش تمولني اخي بلدي الاخرين من الجمهور جدا يطلبوا منها طلبوا تزير هي مولتها طلبوا خانا حكيوا على تونس دونك الففا دورها في التمويل لانو شركة بيش تجيو بيش يجيبوا المعدات اوكي لكن هنا نصطدموا بالواقع متاع الملاعب التونسي ونرجع هنا الكلام امين انو الملاعب طو بليشافو داج والله يقبليكم يحكي فا وانا نضحك ما انت تخيل انتي الفار بليشافو داج معنطها معمول بيها اي اما اما لازمها سلامة عالية ليشافو داج اتي حتى ليشافو داج بيش يعملوه هنا بانتا اللي هو موجودين في رباسي كاميرا ليه ليه اخذر كيش نقول لك هو يخذ الكاليتي بيدها الكاليتي بيدها الكاليتي بيدها انت علي شافو داج شنو مش جيب شافو داج مش متاع اللي نعرفو انتا مرمو انتا اي متا طاو شوف طاو تتفرج و تشوفهم اغلب حاليين توخصننا تعملت في باردو ولا تعملت في باردو تم رفضها ولا إلا ما خرجوا في باردو زوز بتعمل ديو كابين ونفس همومة اللي ديو كابين اذوك في ملعب باردو لازمهم مرازع فهمت دونك علش نحكي انا هاوكا قالك لانهم تعاملوا وكانوا مثيرين للضحك حتى بيش تفرج فيهم عيب اللي نحبهم قولوا انه ثم حاج اخرى ثم مشكل اخرى في الفار انا لاحظتها اه لحقيقة معانتها طاو مباريات مشاوا على رواحهم عمناول قلت عمناول كي تحكي معا للطاقم التحكيم من بعد اش يقول لك يقول لك المخرج عديلي لزانج لاذو لا نحكيها اذيش يقوله وانت انا عديش طب ترايك ولا ثم مشكل اخ يتعلل من بعد احنا مثلا يقول لي يا ماتر را وريد التصوير اللي تشوفها انت في تلفزة سي باي في دون احنا نشوفه فيها اللي نعرفه اللي الحكم هو اللي يطلب الزاوية قدامه لزوايا وكله اعطيني الزاوية هكا ولا امين برشا اطراف متداخلة في الفار وحكام مش يقول لك يقول لك انا المخرج متاعه للشركة اذاك اش عديلي لا لا يبره ودايور تذكرشي وقتها خرجتك في تونس المشكلة على مخرج معين ومعروف بانتماءه والتي الناس تسب فيه الجماهير الاخرى وانو ما عديش كان لقطات بكرتها هذك هو صوت المشكل هو المشكل وين المشكل انو المخرج بتاع التلفزة يخرز حسب الكاميرا الموجودين عامناول مثلا عندك سات كاميرات تصور بهم التلفزة الوطنية و سات كاميرا بتعبوات بروديكسيان سوشيتي اخرى التنسيق بناتهم لم يكن سليم دونك المخرج بتاع التلفزة ما عندو سلاكسي لل 12 كاميرا لكن الحكم او غرفة الفار عندو لكسي لل 12 انو كونوا امانا دونك انتي وانا كنتفرز في الوطنية ولا نتفرز في الوطنية ثنين الكيس لا لانو وضعي اخرى عامناول نراو اخراز معين لكن الحكم لا عندو 12 كاميرا وهو يختار ل 12 كاميرا زمعت الفار الاربيتر فار وكيزيه الاربيتر ينزم يقول اعطيني مثلا البيهاند قول اي هو يختار هو ينزم يزيدو دونك للامانا 12 كاميرا موجودين على ذمة غرفة الفار وعلى ذمة الحكم هم يطلبو هم يطلبو هم ليختار انا نعتقد انو التلفزة الوطنية لازم يتم تشريكها منذ البداية ولازم هي اللي تم واللي تعمل كل ما في وسعه بس تنقل اثناء بأثناء بأثناء كاميرا وإلا بس نتيحوا في نفس المشاكل على المستوى الراعي العام لكن في الحقيقة غير ذلك بأنا نقول لك حاجة خانيخبو 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 سمعني تارش بشي سير طوام ما زال عنا شهر نحن شهر بالضبط تخلي جانبي بش يتم قبول عرب يهو لله قالك في الدربي بش يتلعب بالفار دا تقول لك فما نواية ليه قالوها ايهو ما قالو في الدربي والاخرين ايهو اللي ماشي الجولة القادمة لكل ايه القادمة موس دربي القادمة قبل الدربي ايه جولة القادمة احنا نحسبوا على الدربي وناسين الاخرين خطر ولينا في دربيات غير مباسعة كل زمعة سمعني أنا حسب رأي بش هذي بالنسبة لي لنا حربوشة بس نسكتوا بها الجماهير على خاطر مش حربوشة فهمها بيل دوفر رو بش يوصل لنهار 25 جانبي ومش بش يصير في شي ولهايه هذي ماشي على روحة كجامعة بش يجامعة جديدة بش تقول كراو انقينا خلال في الابيل دوفر معنات أنا بالنسبة لي أنا حسب رأي هذا بروزي ففا هذا بروزي ففا والففا والففا طوى معنا ما يفيد حتى هي قبل تبش تتمول الفار معنا حد شي لكن زادة موز معنطة مع الناس معنطة مفميش به ثابت في ظلن اعدام الثقة هذي اليوم بين الجمعيات والاخطاء اللي قاعدين شوفها من التالية يبدو لي الفار هو اليوم الحل الانصف لا شدي كمين الحاجة الثابتة اللي حد الان هو كونو الفيفا بش تتمول المشروع هذا متاع الفار لكن كما كنا نسمع توا سيامين وسي مختار فعديت الاشكاليات الحقيقة واشكاليات متشعبة عندك مشاكل متاع متاع ملاعب مشاكل متاع حماية متاع تلفز متاع الشركة متاع الفار وبعد بويتيتر الفيفا كيف كيف تحاول تدخل وتشوف ونصل المشروع متاع في الملاعب بعد عندك مشاكل متاع متاع بلدية كل أطراف متدخلة في الفار وزيد كيف ما نجموش ناخدمه في الملاعب وكل بار بعتمو 12 كاميرا وبويتيتر كيف كيف إذا كان مشوط له من جمعية وإلا من يعني من نادي اللي الملعب هذك نقولك لا يا أخوي أنا نحب 12 كاميرا 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 سنو الفار ما يساعدني مثلا انا عندك وعندك كشكالية متاع ميزانية كالتلفزة والقادرة وإنها توفر ثلاثة حفيلات توفر 12 كاميرا الحفيلات على الشركة اللي عندها تقنية الفار تقنية الفار هيا هم بعض إذا كان ما فمش ما فمش مش بشتير يعني مشاكل هم معاملين على حاجة أخرى ثابت هم معاملين وموجود حتى في الكايت شارز أنه يتم التنسيق ما بين الشركة اللي بستاخل البرستاتير ديو سيرفيس ومع سوستي دو بروديكسيون شركة انتاز ونرمال مالأمور كله هم منظمين ومرتبين وشركات معروفين سكونهم وكل هم اللي بستولي والعملين بعد يصير التنسيق مع التلفزة لأنه مستحيل حسب اللي يرى فيه هو أنه التلفزة مؤسسة التلفزة التنسيق قادرة على تأمين أو انتاز كل المباريات في بالمواصفات المطلوبة وكاللسينا نطلب لقاء عمل ما بين التلفزة والبرستاتير دي سيرفيس فور الإعلان عن الفائز بطلب العروض وأيضا نعتقد أنه من الضروري أنه يصير فريق عمل على مستوى وخلية عمل على مستوى الزامعة التنسيق اللي كنت قدم ليبحث كل النقاط اللي أحكيناهم الشاحينات هذوبا مجيوا عن طريق الديوانة قدش المدة لازموا بشي يجيوا مثلا هذي صغير المدة طويلة عطيني انتمك يجيبتوا الشاحينات كاش قاعدت لا احنا مش احنا زيبنا الشاحينات لأنه العقد كان ديزا موجود متوفر معنا الشاحينات تكونوا موجودين في تونس لا خلنا احتيك معلومة هنا عالديوانة رو ثم فرق بين انك بش تورد ملكية معنا بش تولي تملكها وبين انك بش تدخل دعم الخدمة وتخلش ما يخضع لإزرائيات زيادة ديوانية وامنية خاتل فم الزبذبات نحكي في الوقت في الوقت سيبوكو بليورابيت معنا انهم بش يدخلوا ويخدموا باهم ويرجعوا ماهم شي قامة دايما في تونس رو ما ما يستغرقش برشا وقت امين في الستاتيو كتبت تجاوز خطير قامت به دارة المدير المؤقت شنو التجاوز هاذ توعد في قلنا واسقلت اخر قلت وفي وقته ايه مش وقته مزي ما جايش وقته انا نختار التوقيت دي ما بالتلميحات عطينا دي مستلميح قلتك انا نختار التوقيت انت قريب لو مختار دابوس شيخصد انا فيه بالقذاء والله بالنسبة امين نحصل في الناس نحكي قانونيين ما فهمتنيش تجاوز ما اسمعني يمين بعض ساعات رو يكتب حاجة وميقولش عليها عنها كما بعضنا طيو كذي حاب يعمل البوز ما فهميش تجاوز التجاوزات اللي عاملوها هما ما وتخله وميحبش يقول طيو جايبين وموصلين ومن دار وجايبين ولهنان يس عاوض عاوض خاتر انا بالنسبة لي انا كيقول لا رو تجاوزات اللي عملتو عن تومة ومو قلناش عليها اكثر من التجاوزات اللي عملها السيد مرادة لا لا مش وقت واضح لكن انا بالنسبة لي انا رو مغالطة كي ما تقولش عندي حتى اشكي بالنسبة لك انت انا بالنسبة لي انا عبات قاعدة تشتهد اي اربيعينهم بقولنا احنا في وقت استثناء قلنا عليهم حاجة قلنا عليهم حاجة تجاوزات خاتيرة كتبت انت ما قلت شي ما زلت انت كتبت صحيح ما قلتش كتبت اللي فما تجاوزات قام بها السيدة ذي دي وقال لك ما قلت شي انا بالنسبة لي انا مراد الدعم يطوى حاليا بالامكانيات اللي عنده وما فهماش كان صادق خير من لجنة بتاكم هذا هو يا احكام وانا بالنسبة لي انا ليس مؤهل مبلمية اما انا ماني زي هنا بس نقيم المرحلة متاعنا ابدا ولاني بس نقيم مرحلة جادة الادارة المؤقتة هذا انا بعيد عن هذا دعاني دعاني حول موضوع هاني قاعد بحذيكم كانت حبوا ندخلوا في مواضيع اخرى مرحبا انا بالنسبة لي انا كامين بارك الله وصاحبي وكذا تمانيت في فترة هذية بالحق هو طلب معناه عائدي للحكام والعائلتك فهمتني تمانيت امين كان يعرس ويعمل دويرته ويشد وصيب الحكام وصيب القطاع هذية طلب وصيب الحكام والقطاع مش والد القطاع ها فيه انت ها تحكمين انت بشي خليل مختار دابوس القطاع امين قطلك قبيليك معناه تصعيب انه يحضر جولا حديش قطلي ينجم يحضر وفي استاتيو يكتب معناه حتى التكوين لازم يكون من ديسمبر الفيفري معناه حتى المدة مستحيل لا 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 انا قطلك الخطأ حسب اعتقادي هو اولا في بلاغ 8 اكتوبر اللي عملته الجامعة من 8 اكتوبر ما تم ستة السريع بوضع مراحل وفريق عمل وعلى فكرة نعود نقول انه بلاغ 8 اكتوبر نزلته الجامعة اهيت التسوية دون العودة الى الادارة الوطنية التحكمة نذك ذي نعتبر اول خطأ شكلي بالنسبة لي هنا بثنين الانزيم جورني في الكايتسارز محطوطة على اساس الـ 21 ديسمبر قبل ما تصير ضغوطات على الجامعة وتتنقح الروزنامة بالتالي اليوم اللي زورني حديث هي لوكاتورز هكو اللي والدربي هو لوفانتايان ولا لوفاندو اليوم حسب الموجود وحسب كايتسارز وحسب اللي طالبات الجامعة التونسية اللي كون القدم وحسب اللي ديلي اللي يتسكر البرح ما نعتقدس ولازم تكوين ولازم زيارات ميدانية للملاعب لتأهيلها ما نعتقدس أنه قادرين نوصلوا للوقت هذا كان سصبيح وليل وعسية ما ناس بس نرقدو وساعات كاملة وحنا بس نحضر وبني وخبراء يهبتو وكذا وكل ممكن أنا ما نعتقدس لا أعتقدو أنه قادرين للزواج عاليش ترون هبتو بيين كما كي كمانا هو يعفو ليسعيب ما ديبش يهب قلت دي راية قلت خبرة قلت خبرة تسكين تسكين اسمعني أنا بالنسبة لي أنا إذا كان عندك نحن ما الإدارة إذا كان الإدارة ضغط كمير موش إدارة التحكيم راولي الأمانة اللي هبتت لا 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 موس كيف كيف هنا مهم لأبال دوفر ما تصيغوس إدارة التحكيم لا نحكيه نحكيه على التسريحات كماني دير قال بش تجي للفار قال ما ما قالش وقته لا لا قال قال الوقت قال في ديسمبر قال في ديسمبر ما نعتقد أنا وقتلي أنا عن دينية اللي كانوا موجود الفار ما أنا جماعتين طوارح هذا أنا في بلاست مرد الدعم ندعي الحكام اللي حشتي بي ما ميخدموا بالإمكانيات اللي عندهم لا لا أنا بالنسبة لي أنا ندعي ما فيها إمكانيات نجيب عشر حكم اللي ما ممس سرتي فيه ما لازم تجيب لأوبراتور يا مختار لا ما عنا حاجات سمحني يا أمين يا أخي ما نجمش نعمل ما نجمش نعمل كيفك هو كيفيش من نجمش قدوش عددهم الحكام اللي سرتي فيه باش للفار سرتي فيه تاو يظهولي في حدود ثمانية وثلاثين ثمانية وثلاثين يظهولي بقى منحبس نغلط بالضبط ما حسب التقرية بقى ما بين أربية رويت و أربية رويت أستونات يظهولي ما يفوتوس لخمسين ما نحبس إن نجمو يخدمونا نجمو نجمو كل ما تشرب عوش فيه كل جولة كل جولة يعني يعني لازمنا ندعم لازمنا الفريق لازموا يدعم وهو ما بيدهم هذو ما اللي سيرتي فيه لازمهم تكوين مستمر لازمهم تطوير على الاستعمال لأنه توحنا بلاس توانتو ما تقولوا الفار هو الحل أنا نقول أنه الفار هو مسكن علياس عمناول يخسنوا مشكلتنا عمناول اشنو قلناها وإحنا وما خبي ناس على فكرة وإنتي حضرت معنا في أكثر من تقييم إسلام عمناول لأننا نحن من ناس منفتحين لا هذا حقيقة إحنا مش أنت بركة إحنا معك زملائك إحنا ناس من خف معنا شفافية في دمنا نانا الجزء من أخبر الأصحاب الأنفس المريضة وكا هوا ولا شعرنا فيهم أنا 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 من أصحاب الأنفس اللي متت بعض المرض أنا يا أستاذ عمناول والموسكو فار تتذكر عمال برشا مشاكل ولكلوب يسير والله وذلك وصفاق ولكلوب والنو وصفاق ولكلوب وبرشا مباراة أخرى والإسبرانس والإيطوال وستاد ومستير صارت برشا أخطالي عديد زمعيات كل بما فيهم الفار واسقال وقتها سيد المشرف العام بوضوح خطر يتعلوا باللونجل هنسقال سيد المشرف العام بوضوح قال مشكلتنا حتى لازمنا تكوين أعمق في قراءة الصورة لذلك اليوم متنزمز أنت حكام ما يسمونه غدوة أي مادس الدربي يا سيدي مادس الدربي عيننا مختار ربيت روينا في الفار عيطتنا المختار مختار الرأي العام سوف يمخه مادام عيطل ومين لازم يمشي مع الفار صحيح ولي مقتنعش بالفار حلين المشكل حلينيش المشكل الفار يمكن يقلل من الضغط لكن إذا كان ناويين أو من يفكر أن الفار بس يحل المشكل للتحكيم في تونس راهو ماهو فاهم سي لا من التسير ولا من التحكيم ينقص مشكل ماهوش بس ينقص مش يزيد ينزم يعمق الأزمة والله ينزم يعمق الأزمة ينزم ما نجيبوش خير لا لا تحضروا رويحنا للفار باي خليمشي وفاصلوا بعض نكمل بقية المواضيع أمتلاح سمتعنا اليوم اشتركوا في القناة